موسيقى موسيقى حب انه يضل في امريكا حب انه يعيش في امريكا وما حب يروح وخالف واكثر الناس تقريبا بتعمل هذا الشي شو الخطر رايح يكون على هالشخص اللي يعمل هيك؟ هذا الاشي اللي السفارة بدها تمنعه انه يجي اول اشي هو مش مهاجر كلمة مهاجر معناته هو اعتبرها انه هو مهاجر هو اعتبر حاله بس القانون الامريكي يوم يعطيه زيارة هو بتعتبرها فيزا للغير المهاجرين يعني ما انا تقولي ناوين يرجع بس اذا اجع على امريكا وبدو يقعد يعني بعد ستة شهر راح تخلص الفيزا تبعه سو عليه خطر انه اذا وقف البوليس او اشي هيك يسجنه هذي واحد اذا يعني اذا يعني شو بيقدر يعمل يعني بهذيك هذي بنحكي عنها بالبرامج القادمة كيف واحد زي هذا اذا ملص وضحك على السفارة ودخل امريكا كيف يكون مواطن بنحكي عنها بالبرامج القادمة اللي جاية بس بالنسبة الو دائما في واحد اذا ما عنده اوراق اذا صدفة توقف من البوليس اذا لك حالة في عليه خطر في هذه البلد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة